لا ندري متى نرحل من الناس وهو يلعب مع أطفاله ما من الناس من هو يجري في الحياة ما كيف هؤلاء الناس يفكرون الذين يجلسوا في المقاهي ويجلسوا على أبواب البيوت وهم يهتكون أعراض الناس ويتكلمون في أعراض الناس لا ندري أيها الناس متى سنموت ومتى سنرحل ومتى سنغادر الحياة والله ما كذا يمر يوم من أيامنا إلا أن نودع فيه فلان أو أقف على قبر فلان مودعا ولا أعضا إلا فلان كيف مات والله يا شيخ والله ما كان في شيء والله يا شيخ أقسم لك أنه ما كان فيه مرضا من الناس من يدخل المستشفى في مرض بسيط فيموت نحن لا نعلم أقدارنا فكيف لنا أن نظلم وأن نبطش نحن لا نعرف أقدارنا عند الله ولا متى رحيلنا من الدنيا فكيف تجرانا على الناس كيف تجرانا على هكي أعراض الناس أيها الكرام شمس الدنيا ستغرب عما قريب والكيس والله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ستموت وحده وستدفن وحده وسترحل وحده وستقف أمام الله وحدك لا تظن أن محامي دفاع سيدافع عنك لو دفعت مال الدنيا كله لن يدافع عنك إلا عملك ولا تعتقد لا تعتقد أنه بأعمالك ستبلغ جنة العرض والسماوات والأرض وأنت هتكت عرض فلان وتكلمت عن فلان واختبت فلان وتكلمت عن فلان ما ليس فيه إياك أن يأتيك يوم تريد أن تطع على جبير أمك قبلة اعتضار فلا تستطيع وأيضا في الدنيا إياك أن يأتي يوم تريد أن تضع قبلة اعتضار على من ظلمته أو على من هتكت عرضه أو على من اغتبته أو على من تكلمت في ظهره وطعنته إياك أن يأتي يوم فتراه موسدا ميتا فلا تستطيع أن تضع قبلة اعتضار صفوا حساباتكم في الدنيا ويل لكل همزة اللمزة قال ربنا جل في علاه ويل هذا الويل أيها الكرام واد يسيل صديد من أهل جهنم وقيحهم همزة لكل مغتاب لما زاء لكل من طعن الناس وتكلم في أعراضهم يأتي يوم القيام العبد فيعرض كتابه أمامه فيرى أن في كتابه زنى وشرب للخمر يرى أن في كتابه صرقة وكد يجد أن في كتابه عقوق والدين يجد أن في كتابه من السيئات ما لا يعلنها فيعوذ إلى الله جل في علاه فيقول يا رب من أين لي هذا يا رب ما زنيت يا رب ما شربت الخمر يا رب ما صرقت يا رب ما كدبت يا رب ما عققت والدين يا رب ما فعلت هذا أنا وإذا به يرى أن من اختابه واتهمه بالزنى وبالصرقة وبشرب الخمر أن من طعنه في الظهر يتقلب في نعيم حسناته ويؤمر به إلى النار يتقلب هؤلاء يتقلب من زنى ومن شرب الخمر ومن صرق هؤلاء كلهم يتقلبون في حسناته وهو الذي صلى وصام وقام وفعل من الحسنات ما فعل يؤمر به إلى النار فاحذروا أيها الناس فاحذروا أيها الناس وتسامحوا قبل أن لا ينفع مال ولا بنون تسامحوا قبل أن لا ينفع مال ولا بنون إلا من آت الله بقلب سليم إذا كان لك عند أخيك مظلما إذا كان عند أخيك خطأ أو غيبة أو نميمة اقلوا بالسماح قبل الرحيل اليوم نسمع فلان كيف مات فلان ما ذهب إلى المستشفى فلان ما ظار المستشفى يوما واحدا لكنه مات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر